تحشيد في سنجار وأزمة قد تشتعل والسبب تمثال حروب الجاهلية تستعيد ذكرها في سنجار البقعة التي ما أن تنعم بشيء من الاستقرار حتى يأتي من يأتي ويخلق أزمة لا تنقص المدينة المشبعة بالأزمات فماذا يحدث هناك؟ تمثال لشنجالي قائد في وحدات مقاومة سنجار المرتبطة بحزب العمال الذي قتل بضربة جوية تركية ينصب وسط المدينة اعترضت القوات المركزية فرفعته من موقعه فأطلق بيان نصب إلى جهات ترتبط بالبككاي تمهل الحكومة ساعة قلائل لإعادة التمثال إلى مكانه وإلا فإن سنجار ستتحول إلى جحيم وفق البيان الذي تداولته وسائل إعلام مختلفة وهو ما ضاعف من انتشار قوات علاقية وأخرى تابعة لحزب العمال الكردستاني تخوفا من تصعيد قد يحدث في أي لحظة الحادثة لم تنتهيه لكنها أعادت إلى الأذهان ما سمي باتفاق سنجار الذي وقع عام 2020 يقضي بحفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات الإقليم وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء وعلى رأسهم حزب العمال الذي عرق على الاتفاق كما قيل اليوم سنجار بلا أمن ومنطقة لصراع القوى المختلفة ما يعني أن الجماعات المسلحة باقية هناك والاتفاق يبقى خيالات حكومتي المركز والإقليم لتخفو المنطقة على جبل من بارود وهشاشة لمستويات قد يفجرها تمثال بحامر الرشيد